اشتركوا في القناة ليبر بول أدى لهذا الانهيار أسئلة كثيرة جدا جدا والنهاردة حيجاوب لنا عليها بالتاكتك وبالتفصيل وبالنواحي الفنية والتاكتكية نجميناها محمد الباز مساء الخير عليك يا محمد مساء الخير حتى ذاكتناني السؤال زي ما أنت بتقول كده ويمكن قبل الهوى بنتكلم كثير من الناس حتى على مستوى طبعا مشجيع ليبر بول في إنجلترا لكن كمان المصريين إيه اللي بيحصل وإيه مشاكل اللي بيواجهها ليبر بول صحيح وموضوع شاغل لعالم كله خاصة المصريين ليبر بول بدأ بداية سيئة الموسم الحالي هشاشع في الدفاع على مستوى الدفاع على مستوى نص الملعب على مستوى الهجوم نتائج مخيبة للأمال بداية مش قوية بتفكرنا كابتن هاني بموسم 2014-2015 أول سبع مباريات ليبر بول أيضا كانت بعشر نقاط بداية ضعيفة جدا هزيمة من من سيتي هزيمة من أكثر من فرية أكثر من تعادل نفس الوضع هذا العام ولكن في 2014-2015 نهى الموسم في المركز السادس وده طبعا مش حابين طبعا ليبر بول أنه ينهي بعيدا عن التوب فور طبعا عشان يكون في المقدمة ليبر بول أهم المشاكل بيواجهها وبيعاني منها هذا العام هي مشاكل دفاعية هناك هشاشة دفاعية كابتن هاني على مستوى الأفراد زي ما قلت يمكن أرنولد كان بيعاني شوية أو ما زال يعاني لكن عندهم كأفراد كلهم نجوم كبار وكلهم مدفعين لسه الموسم اللي فات كان أفضل أخط تدفع في إنجلترا في الدحليل دايما كابتن هاني لو يجي نحلل من نمسك على مستوى المنظومة الدفاعية وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الفريق كل لو هركز على مستوى الأفراد هناك المشاكل ليست كبيرة بشكل فردي يعني مثلا أرنولد المشاكل اللي هو بيوع فيها طبعا فاندايك المشاكل الكبيرة اللي هنعرضها النهاردة اللي بيوع فيها ليست مشاكل أرنولد بالأخص ولكن هي مستوى شخصي أو تحليل شخصي أكتر يعني في حاجات زهنية مشاكل زهنية مؤثرة عليه المنظومة كمنظومة دفاعية كابتن هاني لقى فيها مشاكل كبيرة جدا إنهم بيلعبوا مع بعض ما فيش تركيز ما فيش تمركزات بالشكل الصحيح طبعا هو على طول بدأ معنا بصة كابتن هاني إحنا الكورينا في نص الملعب شوف إحنا بنبصة على خط الدفاع أرنولد فين بنشوف فاندايك بنشوف طبعا ماتيب بنشوف هنا لاعب في نص الملعب واقف كان ماتش نابولي نابولي اللي خسر أربعة واحد في الشامبينس ليج ليفربول خسر أربعة واحد لاعب هنا بكل ارتياحية واقف في نص الملعب ما فيه مساحة ديرة جدا ما بين الخطوط بيستلم نص بصة كابتن هاني هنا التمركز يعني اللعب هنا لعب نابولي في ظهره وإحنا نسبط عليه بتورينا ما فيهش التغطية العيني مش عليه ما فيهش الاسكان أنا إزاي أمسك المهاجم وقف عليه بالشكل الصحيح والدليل معنا الكورة لما تلاعبت استلم هنا بكل ارتياحية حنكمل في الصورة اللي بعد تلك بتورينا إزاي تلاعبت الكورة في العمق ما بين كل الخطوط يتمت في العمق اتحرك المهاجم نابولي من خلف المدافع اللي احنا شفناها كان متيب وبدأ يخش في العمق وكمل بسرعته واجه طبعا أليسون بيكر حنشوف بعد كده الصورة بتورينا يعني هو كمان أليسون بيكر دخل ما عارفش إنه هو يقفل الصورة أو يقطع الكورة بسرعة المدافع سوري مهاجم رقم 9 نابولي عادة منه وشطى الكورة طبعا طبعا دي جات برة بس كان هجمة بتورينا نفس المشكلة نفس المشكلة هنا عايزين نقف هنا في البداية شوف الخطوط التمركس وقفين على خط يعني عرضي شكل طبعا ثلات زي ما احنا شايفين ولكن فيه مساحات كبيرة جدا ما بينهم كلهم بيبصوا على الكورة ما فيش حد مركز في نوع يمسك اللاعبين أو المهاجمين نفس الكورة هنا كابتن هاني يعني مهاجم من نابولي معالة ليه اتنين هنا قطع الكورة بفنت وهنشوف هنكمل إزاي نوع خدعهم ودخل وباص الكورة هنا على خط المرمى نكمل مع بعض عشان نشوف هما لعبوها ازاي دابل باص وضربوا العم ضربوا خط الدفاع ده طبعا يعني انت بتتكلم على فريق كبير زي ليفر بول عدم التركيز بشكل كبير والعشوائية في التمركز انت بتعمل دابل باص ما بين أربع لعبين في مساحات دياء احنا بنتكلم دابل باص دهت عمل زي ما احنا شايفين تقريبا اتنين اربعة ستة ثمان لعيبة من ليبرتون خلينا في اللعيبة اللي في الثمانتاشر بتتكلم على سبع لعيبة في الثمانتاشر ويتعامل عليهم دابل باص عشان يكون بعدين انفراد كامل لو كمان لو هنكمل خلاص ضرب اللعبين وخد المساحة وانفرد وش وجه المرمى وكمان عمل عرضية يعني يعني لو هنقف هنا هنشوف التمركز هنا هو من هنا قدر انه يجيب جون يعني بس هو كمان هو عمل عرضية جد جون ايه طبيعي يعني هو كان لو عايز يسجل يسجل صحيح ده بيورينا كمنظومة دفاعية مشكلة كبيرة جدا عدم الترابط الخطوط ما بينهم عدم الكنيكشن اللي بيحصل ما بينهم زي ما كنا شفنا في المواسب الماضية يعني عندنا حالات كتيرة جدا بتورينا نفس الفكرة يعني كل الحالات دي بتتكلم على ان في يعني الحالات دفاعية وخاصة لأفراد هنا ارنول برضو ارنول طبعا عنده مشكلة جبيرة عنده مشكلة جبيرة ازاي هو بتضرب يعني ده مثال ارنول اتضرب من هنا كابتن هاني من ناحية اللي مين كباكي مين دخل المهاجم جوء والجناح الشمال لنابولي قطع الكرة زي ما احنا شايفين وحتى لو فيه كدر كنا بيوريك ازاي هو حط المدافع في ظهر وخد الكرة بكل ارتاحية وبقى واصبح فيه مواجهة المرمى المنظومة ديت كلها كابتن هاني زي ما اقول فيه هشاشة عدم ترابط مدينهم هو ده مسبب سبب كبير جدا على ليفربول السبب التالي ليفربول دايما بيوجهه كمشكلة كبيرة جدا مشكلة نص الملعب يعني الناس كتير بتتساءل طيب يعني هو ليه المشكلة كمان في نص الملعب المشكلة في نص الملعب نص الملعب أصبح مستنزف تماما يعني منشوف هندرسون منشوفها الكنتارة والإصابات الكتير اللي حصلت لهم في الفترة الأخيرة اللي اعتماد على هارفي مكان هندرسون عشان يقوم بالدور دوت ما درش اللاعب لسه صغير يعني 18-19 سنة ما درش بخبراته ان هو يقدر يساعد محمد صلاح عارفين دور هندرسون دايما في التقطية ان هو لما بأرنولد بيزيد محمد صلاح بيخش في العمق ودايما هندرسون هو اللي بيقدر نغطي أرنولد وده اللي حنشوفه طبعا في مباراة رينجوز ده طبعا ده مثال تاني بيلعبه يعني الدفنس عالي او الطريقة وانت لو الدفنس عالي بقى انت لازم متأكد من ان حتى على مستوى ظهرك لازم يكون فيه تقطية عكسية ولو التقطية العكسية مش موجودة بقى ما تعملهاش يبقى فيه ترحيل وانك تصبر شوية لكن طبعا مباراة نابول اللي بالذات كانت بين قوي ان فيه شكل من اشكال المشاكل الكبيرة ارتياحية كابتناني ارنول بعيد تماما اللاعب المهاجم يخش ويقطع وتتلعب له الكرة بكل ارتياحية يكون في مواجهة المرمى لا يعني فيه مشاكل كبيرة جدا على مستوى المباراة نابولي في تشامبونس ليج وايضا فيه مباراة برايتون في التعادل 3-3 يعني عندنا امسلة كتيرة جدا لو دخلنا بسرعة في مباراة برايتون هندرسون هنا يعني في نص الملعب عدم التركيز اثبت عليه الكرة كانت مردودة كان ممكن ان هو يطلح يخرجها بشكل افضل من كده يعني دخل عليه بقوة طبعا هنا نص الملعب لبرايتون قطع الكرة بكل ارتاحية وهندرسون اصبح كده في وضع يعني ما خلي بالك دايما في السور بتوقفها فيه هو فيه كسافة عددية لفريق ليفر بول يعني العدد موجود ولكن التمركز وعدم التركيز عدم التركيز التمركز ده زي ما قلنا يعني زهنيا بعيد تماما كابتناني فيه هنا تشتت ويها شاشة الكرة تلعبت بكل ارتاحية هنا وخلاص اصبح فيه موجود المرمى امثلة كتيرة جدا يعني احنا نشوف مرضو مثال سريع ناحية اليمين عند أرنول وبداية ايضا الهجمة نفس الكلام دايما ما فيهش تركيز بيوقفوا فلات بيوقفوا فيه كسافة عددية ولكن عدم التركيز في التمركزات او في الغلق المساحات او حتى في نوع يمسك يمسك على المهاجمين نفس الكرة تلعبت في ظهر واقف ما فيهش اي رياجشن منه سريع يعني ده عمل مؤثر جدا نشوف نافل المباريات المخيرة صحيح تاني برضو الصورة طوفينا برضو هتلاقي خمسة على تلاتة يعني فيه زيادة عددية زيادة عددية من العيب الليفر بول ولكن التمركز غير صحيح والتمركز ده كمان بيبقى جزء من الثانية بالنسبة للمدافع اتحرج متر يمين متر شمال ارجع وراء متر فكل ده بيبقى يعني في في وقت ولايل جدا واضح جدا ان عندهم مشكلة في التمركز وخاصة في الكرات اللي بتتلعب بالعرض بشكل اوباخر صحيح سواء الكرات العرضية او الطولية التفكك ما بين الخط الدفاع او قلب الدفاع مع ارنولد كاباكي ده مشاكل متقررة كتير جدا شفناها كابتن هاني من اهم العمل اللي اثرت عليها نفس الكلام لو ارتداد زي ما قلنا في النص التاني عدم وجود طبعا الكنتارة وهندسون المباراة حتى البديل بتاعهم سواء كان نبي كايتا سواء تشامبرلين عندهم اصابات نص ملعب مستنزف تماما حتى يعني الحلول اللي استخدمها يورجون كلوب للأسف طب بنتكلم احنا طبعا احنا انت بتتكلم يعني تكتيكيا بشكل اكتر من رائع لكن كمان مصريين عايزين يتطمنوا على محمد صلاح يعني محمد صلاح اكيد بيتأثر باداء المجموعة وما بلعبش لوحده وبالتالي انت شايف محمد صلاح ازاي هل سيعود محمد صلاح سريعا ام هيبقى الامور هتبقى بالنسبة له صعبة السنة طبعا المصريين اصبح فيه مخاوف بوجود هالند واللي احنا بنشوف محمد صلاح هي رجع تاني والدليل على كده بداية من مباراة الرينجرز اللي هي الكامبينز الليج الأخيرة وفوز ليفربول 2-0 اللي حصل في المباراة دي يورجن كلوب غير طريقة اللعب لعب 4-2-3-1 بدل ما دايما كان بلعب 4-3-3 4-2-3-1 طبعا بوجود دلوقتي هندرسون وشفنا ازاي هندرسون اصبح يغطي ارنود كابتن هاني من ناحة الميل في حالة قدم اردود اصبحت في مساحة او فرص لمحمد صلاح انه هو يخش في العرب احنا بس عايزين نوف لو الشباب يعرضوا معنا هتماب سريع هنوري محمد صلاح كان بهتمب طبعا هنا برضو يعني اه كان موقف دفاعي غلط لكن خلينا نتكلم على صلاح عشان وقتنا نلحق برضو نتكلم على صلاح لان الناس مشغولة جدا بأداء محمد صلاح هل محمد صلاح سيعود مرة اخرى اللي تقلقه مرة تانية يعني انا عندنا صورة هنا بتورينا بمحمد صلاح كان بهتمب في السنة اللي فاتت والسنة دي ازاي في ارضية الملعب دايما كنا بنقول مشاكل نص الملعب في التقطية على وجود ارنود والتقطية العكسية زي ما شفنا اصرت على محمد صلاح انه هو ما بقاش الطرف اللي كانت هتمب على 2022 المسم الماضي لو احنا نرد التانية فيه هتمب تانية بتورينا ده المسم الماضي سوري ادية المسم الماضي بتورينا بقى محمد صلاح كان بيهتمب ازاي بيخش كإنسايدر ويقطع يخش جوه كان بيغطيه زي ما قلنا هندرسون او طبعا زيادة ارنود بيساعد محمد صلاح في احراز فرص كتيرة سواء على ناحية الاسست او ناحية التسجيل الصورة اللي أبلغها الهتمة اللي أبلغها كانت من السنة دي يعني فيه واضح كبير جدا خلي بالك كمان عشان الناس تفهم الصورة لما بتغمأ الصورة الحمراء ده كسافة كسافة في تواجد في هذا المركز يعني كل الأحمر ده فيه كسافة كبيرة جدا جدا في تواجد محمد صلاح النقطة المهمة ان الكسافة دي كانت موجودة داخل التمنتاشر في الحتة اللي بيحب محمد صلاح فيها انه هو يحط الكرة بشماله يصنع أو يسجل دي بقى السنة دي مفيش كسافة يعني تحس ان فعلا فاضية وعدم موجود محمد صلاح داخل التمنتاشر في أوقات قليلة اولي يا دوبك الشياد اللي ناحية اللي من ده ده بيأثر على العملية التهديفية بيأثر على تقديم محمد صلاح لأفضل ما يملك وهو التسجيل الأهداف والإجابة على سؤال حضرتك هل هيعود محمد صلاح نعم معانا مثال تاني دلوقتي بيورينا في المتش المباراة الأخيرة محمد صلاح أحرز أو يعني ساهم في صناعة ست فرص محققة ست فرص هو بنفسه سجل تلات فرص على المرمى وصنع فرص وأحرز هدف يعني محمد صلاح كان ليه وجود أكبر زي ما قلنا اهي هاي دي اللي بتورينا يا كابتن هاني الماب معانا هنا بتورينا قد ايه محمد صلاح عنده تلاتة شوتس على المرمى تلاتة فرص صناعة فرص تشانس كرييتد هنا عنده هدف عنده أسست محمد صلاح كان باين بشكل قوي ده بيقول لنا تغيير طريقة اللعبة اربعة اتنين تلاتة واحد ان احنا بنلعب محمد صلاح وجوتس وكان طبعا معهم لويس دياز وقبامهم نونز ومساهمة طبعا الكنتارة وهندرسون وراهم في التغطية في حالة طبعا تقدم أرنول شفنا مشاكل قلت كل المشاكل احنا عرضناها من شوية الدفاعية او نص الملعب وعلى خط على الباك اليمين مع أرنول اتحل بشكل كبير جدا أرنول خد حرية في الحركة والهدف اللي جابه كان اختيرة طبعا من التشكيلة يعني الرئيسية أو التشكيلة المثالية لهذه الجولة عندك ايه تاني بالنسبة لحلقتنا النهاردة قلت بتتكلمني على برشلونة برشلونة ده برضه موضوع بيشغل الرأي العام برشلونة معه قوة هجومية كبيرة جدا تشافي مش عارف يستغلها فعلا تشافي مش عارف يبني لحد الوقت الهيكل التكتيكي القوي بالنحية الهجومية بشكل أفضل بالرغم تتكلم على عنده تقريبا أقوى كأفراد أقوى خط هجوم على مستوى رفيني على مستوى ديمبلي على مستوى طبعا لباندفوسكي فقلنا برضه مشاكل الهجومية اللي بتقابل برشلونة في الفترة الأخيرة ده مباراة الانتر وده طبعا بيورينا أمثلة كبيرة جدا للمشاكل كهيكل تكتيكي بيلعب به من ناحية الهجومية تشافي كل المشاكل هنا إن تشافي ما قدرش إن هو يخلق الكسافة أو التفوق العددي من ناحية الهجومية دايما بنشوف الأمثلة هنا في تفوق عدد الفريل انتر على طبعا الصورة دي بس أنت بتتكلم أصلا هو ده الوقت انت بتتكلم على مساحات ملعب كبيرة ومتواجد فيها ثلاث لعيبة بتتكلم على رفينيا ليفا وبتتكلم على دملي واضح جدا زجالو عملنا شاد كويس أول على الجزء ده فين جابي فين جابي فين بدري فين بسكت يعني كل ده بيقلل حتى أو بيخوف المدافعين أو بيعمل عملية عدم الارتكاس كويس مفيش رابط هنا وهو ده زي ما قلنا حضرتها كابتن هاني هما دول مفروض يسهموا في زيادة العددية لما كان انتر بلعب بخمسة تلاتة اتنين فانت دلوقتي محتاج ان انت بلبلوك وما بلعبه لو بلوك طبعا انت محتاج بزيادة عددية هو لعب طبعا بخمسة في الهجوم متشافي ولكن ما عرفش ان هو يستغل عثمان ديبلي هنا عليه علامات استفهام كبيرة جدا عنده مساحات بيقطع لجوه فيه تأخير كبير جدا في الباص المفروض يعني كما رفيينيا هنا بيفتح له بيقوله بصيلي بسرعة جدا اتأخر المراوغات عنده كتيرة جدا انا كابتن هاني ولكن القرار وسرعة ان هو الباص وصناعة الاسست في المباراة دي كان عليه علامات استفهام كبيرة جدا ضيع فرص كبيرة جدا من برشلونة يعني نشوف المثال ده كان مفروض من هنا خلاص هنا الطايمينج الصحيح ان انت تباصي الكورة ولكن تأخر ايضا بدأ ان احنا هنشوف خلاص سبعة متر ما بين وما بين المدافع هنشوف الصورة اللي بعدها خلاص اتقفى العرافين خلاص ضاعت الفرصة هو لعب الكورة طبعا نكمل خلاص المسافة بدأت لان زي ما بقولك هو اللعيب الكويس اللي هو قرار والقرار امتى في التوقيت يعني عندك قرار وعندك توقيت فدمبلي كان عنده مشاكل في الجزائي ده التنوع بيتأخر او في الباص حتى لو قرر ان يعمل دريبل ببقى متأخر وبالتالي كان عنده مشكلة المباراة اللي فاتت بشكل كبير نفس الكلام كان فيه ارتداد سريع هنا ليفا فينا كابتان هنا بقى علامة الاستفاهم انت ليفا ليفا مش متعودين علينا هو يخرج برا البوكس انت بتكلم فراس حربة صريح المفروض يكون متواجد جوه البوكس هنا ليفا جاي استلم من هنا ولكن الكرة تلعبت كان بدري هنا بلعب كرة من نص الملعب لو احنا هنكمل بسرعة الهاجمة يعني يعني دي واحد تاني برضو عثمان دملي نحيط اليمين نفس الكلام كان فيه بدري عمل يعني بساطة اه هنا لسه ليفا زي ما قلنا في نص الملعب راجع مسائفة كبيرة جدا خارج البوكس تفوق عدد ما فيش خلاص التفوق العادي طبعا لمدافعين الانتر هنا كابتن هاني خلاص ليفا ستيل بعيد تماما رفينا بعيد تماما وده طبعا التشتت ما بين المركزين رفينا وعثمان دملي زي ما بنقول رفينا هتتاخد منه اكتر ناحية اليمين وللأسف طبعا تأخر كبير من عثمان دملي خلاص التفوق العدد هنا قفلوا المساحات بسط كرة برة طبعا كانت متأخرة جدا وللأسف يعني ضعت الفرصة اللي عايزين نقوله هنا المشاكل الخط الهجومي عند تشافي مش عارف يستغل للأسف يعني على المستوى المنظومة الأفراد كوالكي عالي جدا ان انت توظف العيبة بشكل صحيح ده مشكلة كبيرة جدا بتواجد تشافي انت شايف انت شايف من وجهة نظرك طبعا ليفا يعني لا غبارة عليه عارفين مركزه بشكل أباخر العلاقة ما بين دملي ورافينيا هل رفينيا يؤدي أفضل من ناحية المين بالرغم من إداية كمان الجزء اللي بيبدع في دملي ولا انت شايف خط النص عليه علامات استفهام جابي لعيب كويس أو بدري لعيب كويس أو بوسكتس يمكن ما بيكملش عشان برضو السن كبر شوية فانت شايف السلاسي المثالي لبرشلونة ايه حان شايف احنا خلاص انت هتعتمد على عثمان دملي في ناحية المين ما ينفعش اودي رفينيا ناحية الشمال يعني لازم اشوف في حلول تانية هل لا قدر ان انا ادور لعبين هل لا قدر استخدم رفينيا كمهاجم تاني مثلا في حلول كتير جدا اما انت هتلعب بي ناحية الشمال في المبارات الانتر ما تشوفناش ولا فرصة من ناحية الشمال كل الفرص من ناحية المين عدم تمركزات والربط ما بين بدري وجافي وبسكيتس في نص الملعب عملت مشكلة كبيرة جدا طبعا عشان تستغل قوة ليفا مع انه هداف الدوري الاسباني في الوقت الحالي ان انت دايما لازم تستغل رفينيا كمهاجم تاني مع بدري او يعني شادو سترايكر على سبيل المساعد نسيب عثمان ديبلي نبدأ ان احنا نلعب نقرب من عثمان ديبلي وفيه ترابط حتى لو رفينيا ممكن يلعب معه دبل باص يقرب منه هي طبعا الفكرة زي ما انت بتقول كمان رفينيا يعني حقيقي بنشكرك شكرا جزيلا على مجهودك وعلى تحليلك الرائع لنا وان شاء الله على لقاءات قادمة شكرا لك يا محمد وشكرا لحضراتك وعلى المتابعة دي كانت نهاية حلقة نهاية الاسبوع ان شاء الله الاتنين اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف